وانت ديريت وانت صار عندك علم هذا سؤالي نعم صار عندك علم محتل اجي تقدم إلى الناصرية والديوانية والسماوة والحلة والمعارك مستمرة وتتفرج عليهم من الشرق سؤال جيد جدا الدليل على ذلك انت تقول المفروض نحرك القطاعات لأن علمنا وصار منها لازم نجيبها من الشرق إلى غرب الفرات بمواجهة هذا بالصحرات هذا واحد من أهم الأخطاء العسكرية التي ممكن تحدث تنقل القطاعات في ظل تفوق جوي أمريكي شديد جدا تفوق جوي عالي لم نكن بعد نصل إلى مستوى السيادة الجوية لكن كان تفوق جوي عالي جدا ولهذا كثير من الفرق يعني عندنا مثلا نبوخد نصر تم تحريكه من كاركوك أكثرها أبيدت على هاي الطرق الفرق السابع كثالك أدت خسائر كبيرة جدا عندما تم تحريكها للدفاع عن بغداد تحرك القطاعات في ظل تفوق جوي هذا خطأ كبير وانتحار لكن قد تكون بعض القطاعات تكسر هذه القاعدة بالتنقل دباخيا بمجاميع هنا وهناك هذا تم وأيضا الأمريكان تصد له بقوة ودمر كل القطاعات التي ذهبت للتعزيز أو الإسناد على الجبهات الأخرى